مجاورا ضيفا فخور الشرقة وعلى صفحات الماضي يتجل المجلس التراثي في قلب الشرقة مكانا عامرا يحتضن رواده من سكان الامارة بينهم كبار المواطنين ممن يمثل لهم جانبا من ماضيهم الثري هو مجلس يومي يقضون فيه اوقاتهم صباحا او مساء يتبادلون فيه جانبا من شؤون حياتهم اليومية ويرفهون فيه عن انفسهم قلب الشرقة تواجه الجلس التراثي واللي يعود تاريخها الى اكثر من 200 سنة حيث ان ابا واجداد رواد المجلس اليوم كانوا يتوافدون على هذا المكان واليوم اصبح ملتقى لابا والاجداد الذين كانوا يعيشون وترعرعوا في منطقة قلب الشرقة يأتون يوميا في الفترة الصباحية والمسائية لرواية تاريخ الامارة العريق لكل من تطأ قدمه قلب الشرقة يسترجع الوالد محمد فضل ذكرياته التي جمعته بالمنطقة وحتى اليوم لم ينقطع عن التردد على المجلس التراثي الذي يجد فيه راحة كيف لا وهنا يجتمع باصحابه الذين مازالهم كذلك مواظبين على زيارة المكان فضلا عن زوار وباحثين من الطلاب عن التاريخ الشفهي للمنطقة فهذا المكان كان قبل داخل قرب مسيد النابودة وانتقلوا الناس يعني الجماعة طبعا بأمر من صاحب السمو عطاهم المكان هذا هم إلى السوق اللي هنا موجودين تقريبا رجالات الشارجة إذا سمينا قلب الشارجة فهم رجالات قلب الشارجة كل واحد يالس هنا أبوه قبل يالس وفي بعضهم أبوبه المكان طويل للعمر حتى طلاب الجامعيون يعني نعطيهم أفكار عن قبل مباني ما القبل الوادى ما القبل يعني نستفسرون هذه المنطقة وين هذه المنطقة من أهلاء نعطيهم استفسرات على جدرانه تروي الصور جانبا من ذاكرة المنطقة وها هو اليوم أصبح ملتقا للجميع وكأنه وجد ليظل واجهة من الماضي في زمن تسارعت فيه وطيرة التطور والحداثة مجلس يمثل بقعة من تاريخ المنطقة يحمل فيه رواده من ذاكرة السنين الشيء الكثير يتبادلون فيه أحاديث اليوم وجانبا من ذكريات الماضي لمركز أخبار قنوات أبو ظهبي أحمد الطنيجي الشارجة الشارجة